الملح بيقولوا عليه السم الابيض يا طرف واقعلا سم التوصيات بتقول ايه الحقيقة انه في دراسة مهمة جدا في 2019 كانت في جامعة جامعة ميتشجان في امريكا كانت بتتكلم على تأثير ان احنا نقلل الملح لبعض المرضى مرضى مرض مشهور اسمه اماس المرض دوت بيحتاج ادوية كتير ويحتاج يعني متابعة بشكل كبير والادوية بتاعته مكلفة والنتائج بتاعته اوقات بتبقى مش كويسة قصة لقوا حاجة غريبة جدا لقوا ان احنا لما بنقلل الملح في اكل المرضى دول بنستفيد بشكل كبير جدا في الادوية بتاعتهم لدرجة ان احنا مثبتات المناعة اللي بياخدوها ممكن الجرعة بتاعتهم تقل الملح ممكن يبقى تقليله بهذه الفايدة الحقيقة انه معظم التوصيات في العالم كله بتقول انه الملح مش المفروض انه هو بالنسبة للبني ادم العادي يزيد عن ثلاثة جرام في اليوم انت عارف حضارك يعني ايه ثلاثة جرام ثلاثة جرام ده يعني انت عايز ملزان بهذه يعني حضارك من الاخر انت مش محتاج تمسك الملاحة خالص الملح او السوديوم اللي موجود في الاكل هو كافي جدا انه هو يوصل للثلاثة جرام مش بس كده الشخص دوت لو هو مريض كبد او مريض قلب او مريض كلا او مريض ضغط التوصيات بتقول ان الثلاثة جرام دول يوصلوا بحد جرام ونص و الا كتير من الادوية اللي هو باخدها ما بتشتغلش بفاعلية كويسة الضغط بتاعه بيفضل يعلم طبعا الملح من الحاجات المهمة جدا في رمضان كلنا بنسمع ان احنا محتاجين ان احنا نقلل الملح بتاعنا لان احنا كل ما بناخد ملح اثناء فترة الفطار ده بينعكس على فترة الصيام وبنبعد شانين اكتر مش بس كده يمكن حضرتك لو سمحت لنفسك ان انت في خلال فترة الفطار بتاعك تقلل الملح ولو بشكل نسبي خد بالك ان في مصادر كتيرة جدا للملح من غير ما تمسك الملاحة انت عفوا لما بتاكل ترشي او لما بتاكل زاتون او لما بتاكل جبنة مملاحة او جبنة اسطنبولي يعني ده بيبقى مصدر خفي للملح يعني انت ممكن الملح او السوديو اللي بيخش جسمك يبقى كميته كبيرة جدا من غير ما تمسك الملاحة لما العلماء بتوع الحفريات درسوا الانسان الاول ل Chinese انالانسان الاول ده اكتكت احسن بكتير مين الانسان الموجود دلوقتي لقوا حالة غريبة لقوا انه هو كان بياكل اكل غني بالپوتاسيوم اكتر من الموجود اللي احنا بناكله دلوقتي 7 اضعاف و لقوا ان احنا دلوقتي بناكل اكل غني بالسوديو اللي هو الملح الثلاث اضعاف اللي هو كان بياكله وفكهة اكتر ما احنا دلوقتي بناكل بروتين حيواني وبالتالي هو صحته كانت افضل من صحتنا احنا بننصح الناس في خلال رمضان يستغلوا الفرصة بتاعت ان هما محتاجين يقللوا الصوديوم او الملح في اكلهم عشان ما يعتشوش اثناء فترة الصيام والجايزة هتكون ان هو هيخرج من رمضان مش محتاج الصوديوم او الملح زي ما كان محتاجه قبل كده الجايزة بتاعتك بعد رمضان ان انت لما هتحاول تاكل الاكل اللي انت كنت تاكله اللي هو كان مملح جدا قبل رمضان مش هتطيقه هتحس ان هو مملح جدا ليه؟ لان اثناء رمضان حضرتك عودت المجسات او المستقبلات بتاعت الصوديوم اللي موجودة في لسانك على ملح قليل الكلام ده ينطبق على الملح وينطبق على السكر معظم الدراسات او الابحاث قالت انه من اول تلات اسابيع يبدأ التغييب ده يبدأ يحصل من ثلاث اسابيع لحد تقريبا شهر ونص بعد الشهر ونص دول انت بتبقى خلصت من ادمان اسمه ادمان الملح وخلصت نفسك من ما يعرف بالسم الابيض من سلام حضر قطعي شكرا اشتركوا في القناة